في أوج اشتعالها تضرب نيران السلاح سوريا رغم أنها لم تخمد في لبنان وغزة بعد ومع اختلاف الأسباب إلا أن المنطقة التي يتفوق فيها صوت السلاح اليوم أكثر من أي وقت مضى تدخل إليها عواصف متوقعة في الأيام المقبلة تلك التوقعات جاءت بجديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي عاد هذه المرة بتهديد من عيار النار والشرار ليمهل الفصائل الفلسطينية في غزة خمسين يوما للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في القطاع ذلك التهديد لم يمر مرور الكرام فمع انتعاشة عبر عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين تنياهو لما وجده في شخصية ترامب من رئيس داعم لتل أبيب تأتي رياح التحذير الشديدة ليس للمنطقة فحسب تلك التي يريد ترامب إشعال الجحيم فيها إذا لم تنتهي أزمة الرهائن بل لعموم دول العالم التي تدرس تهديد ترامب على أنه بداية لما قد تحمله واشنطن تجاه ملفات مشتعلة ومنها غزة ولبنان وإيران ووكلاؤها وعقوبات أمريكا على طهران ونزاع الكوريتين وما يمكن أن يفعله الرئيس الجريء على حد وصف الصحافة الأمريكية في المنطقة إذن ثمت نار لم تخمت بعد ويزيد اشتعالها حسب تقارير تعاند إسرائيل من جهة ودعم ترامب بتنفيذ صفقة كبرى متوقعة بالإضافة إلى شروط فصائل فلسطينية مقابل الإفراج عن الرهائن تترافق معها كوارث غزة المتراكمة إنسانيا وصحيا وارتفاع أرقام الموت يوميا منذ أكثر من عام على اندلاع حرب أكلت الأخضر واليابسة في القطاع تصريحات تبدد حسب خبراء ملامح العودة إلى هدوء منشود أو أنها ستفرض ضريبة قاسية على حساب المدنيين ولكنها من وجهة نظر أمريكية قد تأتي بخطوات تقرب المسافة إلى وقف لآلة النار والحرب سيما مع وقف إطلاق النار في لبنان الذي بدأ بمنح آمال لجهود دولية بإضافته كورقة ضاغطة على الأطراف المتناحرة للوصول إلى وقف دائم للحرب في غزة ومعها وقف التصعيد في الشرق الأوسط أما النتيجة الحتمية فتبقى رهينة ما ستحمله أوراق ترامب في الأيام المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر